التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرانتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وصل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي إلى العاصمة السعودية الرياض حيث كان في استقباله نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان وعدد من المسؤولين بالرياض وعضحت الخارجية في بيان أن الزيارة تستهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية والتشاورة حول التحديات الإقليمية المشتركة وتدعيم أواصر التضامن العربي في مواجهة تلك التحديات التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوك في تل أبيب وحذر بلينكين من أن المفاوضات الجارية بشأن هدنة قطاع غزة هي ربما آخر فرصة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس ومن المقرر أن يلتقي بلينكين في وقت لاحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنياهو للضغط لإقناعه بأهمية إنجاز الأجزاء المتبقية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وفق ما أفاد مسؤول في الوفد الأمريكي الذي وصل لتل أبيب قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شحة إمدادات الوقود في محافظتي غزة وشمال غزة يهدد بتوقف خدمات الإسعاف والإغاثة الصحية وسط تحذيرات من توقف مستشفى كمال عدوان خلال ساعات وقد حذر مدير مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة حسام أبو صفية من أن المستشفى سيتوقف عن العمل خلال 24 ساعة نتيجة نفاذ الوقود وعدم توفر المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المرضى ويأتي ذلك بعد يوم واحد من تحذير إدارة مستشفى العودة في شمال غزة من توقف المستشفى عن العمل لنفاذ الوقود أصيبت صحفية فلسطينية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وأفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال أطلق نيران طائراته ومدفعيته على مجموعة من الصحفيين قرب مدينة حمد وذلك شمال غربي خان يونس ما أدى إلى إصابة الصحفية السلم القدومي وبحسب الشهود تقدمت آليات الاحتلال من منطقة الحاوز باتجاه الناحية الشمالية الغربية لمدينة حمد حيث تزامن ذلك مع إطلاق كثيف للنار والقذائف أصابت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أربعة فلسطينيين واعتقلت آخر خلال اقتحامها البلدة القديمة من مدينة نابلس وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت عدة حارات داخل محيط البلدة القديمة وأضافت أن مواجهات اندلعت في البلدة وسط إطلاق نار كثيف في المنطقة وانتشار لعدد من القناصة فوق أسطح المنازل والمحال التجارية وذلك عقب اقتحام القوات الخاصة للمنطقة أعلن الجيش الاوكراني أنه دمر جسرا استراتيجيا ثانيا في منطقة كورسك الروسية وأوضح الجيش الاوكراني أن سلاح الجو يواصل حرمان القوات الروسية من قدراته اللوجستية بفضل ضربات جوية دقيقة من جهتها جددت موسكو التأكيد على صد هجمات اوكرانية بفضل تعزيزات أرسلت للمنطقة وتكبد القوات الاوكرانية خسائر فادحة كان الجيش الاوكراني قد أعلن تعزيز مواقعه في المنطقة الروسية محققا تقدما تدريجيا وفق ما خطت له بحسب تعبير الرئيس الاوكراني فولودمير زيلانسكي انتهى موجز التاسع عودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل